ارتقى تصنيف مملكة البحرين لتكون ضمن أكثر عشر بيئات حاضنة للأعمال الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2022 في التقرير العالمي لمنظومات المؤسسات الناشئة نعم ويعد هذا التقرير أحد أبرز التقارير شمولا على المستوى العالمي في مجال البحوث المختصة بمنظومات الشركات الناشئة حيث يتم أصدار التقرير سنويا من قبل مؤسسة جينوم للمنظومات الناشئة بالتعاون مع الشبكة الدولية لريادة الأعمال تقدم باهر حققته مملكة البحرين في مجال احتضان الأعمال الناشئة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نجاح يضاف إلى سلسلة النجاحات والتميز في قطاع المال والأعمال التي حققتها وما تزال تحققها المملكة في هذا القطاع الحيوي التقرير العالمي لمنظومات المؤسسات الناشئة صنف البحرين ضمن أكثر عشر بيئات حاضنة للأعمال الناشئة في المنطقة والذي وبحسب نتائج التقرير يبرز موقع البيئة الحاضنة للأعمال الناشئة في المملكة في عدد من المحاور أبرزها سلسلة النجاحات التي حققتها الشركات الناشئة والصاعدة مؤخرا من حيث توفر التمويل ووجود الكفاءات المحلية ذات الخبرة كما تقدمت المملكة في مجال البلوكشين إلى جانب تميزها السابق في التكنولوجيا المالية وأشار التقرير إلى تصنيف مملكة البحرين ضمن أفضل خمسة عشر نظاماً اقتصادياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قياس المعرفة والذي يقيس مدى الابتكار من خلال الأبحاث وأنشطة براءة الاختراع كما تقدمت المملكة أيضاً بخمس مراحل من ناحية الأداء على مستوى المنطقة والذي يعكس العمل الدؤوب والتقدم الذي أنجزه فريق البحرين كما نوه التقرير بالدور الفاعل الذي تلعبه البيئة الداعمة للأعمال في مملكة البحرين لجذب ودعم الشركات الناشئة والتي اتخذت المملكة مقراً لها واتسعت لتصل لمرحلة النمو وذلك من خلال التخطيط للتوسع في مناطق الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا التقدم يضع أنموذجاً ناجحاً يحتذا به للشركات الناشئة القائمة والجديدة لما له من دور في توفير الفرص الوظيفية ويدفع بعجلة النمو الاقتصادي ترجمة نانسي قنقر